كارلوس أسوريو مدير الفني لنادي الزمالك ما بين كثير من الانتقادات وكثير من ضرورة الصبر اللي أنا من أنصار الحتة دي بالمراسمة تمام؟ وإن كان الرأي ده له منطقه والرأي ده له منطقه الآخر السليم أيضاً بس الحكاية إيه؟ الحكاية إن أسوريو حتى هذه اللحظة موقفه متأزم في نادي الزمالك متأزم جداً لدرجة إنه لو خسر مباراة أو تعصر في مباراة جديدة غالباً سيكون نهاية مشواره المبكر جداً مع نادي الزمالك ليه؟ الحكاية فين؟ هقول لك أنا الحكاية كثير من الأراء داخل إدارة الزمالك داخل لجنة الكرة في نادي الزمالك تقول لك إنه ملحقش راجب ملحقش يقض راجب ملحقش يشتغل راجب ملحقش يكتهد بس في نفس الوقت الأراء دي بتقول إيه؟ بس ده لو كمل بالمنظر ده هنروح للأسوأ والأسوأ والأسوأ فهي مش مستهلة مخاطرة أكبر الوضع أصلاً فنان أو على مستوى النتائج متعزم فالحكاية إيه؟ إنه أسوريو عنده مباراة كمان خليك معاي عنده مباراة كمان فيه فرصة ليه لمباراة كمان خسرها غالباً مش هيكمل دي الحكاية ببساطة شديدة بالنسبة لمدرب الزمان الكوسوريو ترجمة نانسي قنقر